بقى يا إنسان ذلك ما بدى عليه وضع الطفل ذو العشر سنوات وقد نال الجوع من هيكله حتى صار شبه جثة مجاعة لا تستثني أحدا والأطفال أكثر ضحاياها غازي واحد من خمسة ملايين طفل يمني تتهددهم المجاعة وها هي قد بدأت تفتك بهم على مرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي يزايد بالملث الإنساني بينما الجوع الوخيم ينهش الضحايا تقول الإحصاءات إن حالات سوء التغذية في تعز بلغ العام الماضي سبعة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة عشر طفلا دون سن الخامسة فيما بلغ عدد الحالات منذ يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي تسعة آلاف وسبعمائة وواحد وعشرين حالة هذا الرقم عالي جدا ويعتبر ناقص خطر ولون أحمر أمام المنظمات الدولية ننتظر منها المزيد من التدخل وأن يكون هذا التدخل شفاف وعن طريق وزارة الصحة وذات إشراف مباشر حتى لا تذهب هذه الجهود كما ذهبت سابقتها ثم توجه آخر لمأساة غازي لا يقل وجعا عما هو عليه جسده النحيل عمره عشر سنوات ويفترض أن يكون وزنه فوق خمسة وعشرين كيلو جراما بينما وزنه الحالي لا يزد عن ثمانية كيلو جرامات هي تقريبا وزن عظامه وجلده الأكثر وجعا أن غازي من أسرة لا تأكل في اليوم أكثر من وجبة واحدة فقط ووالدهم معاق بشلل نصفي أما دخلهم الوحيد هو ما يحصلون عليه من كشك متواضع يبيعون فيه السجائر قصة غازي تعكس وضعا مأساويا يفترض أن يلفت انتباه الرأي العام العالمي ويستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ أطفال اليمن من مجاعة تكاد تكون الأسوأ في العالم وفقا لتقارير دولية